السلام عليكم عليكم السلام عليكم بعد ذلك شيخنا عندي ثلاث أسئلة تفضل كلها خاصة بالعقيدة السؤال الأول الفرق بين العقيدة السلفية والعقيدة الأشعرية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالعقيدة السلفية يفترض أنها العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباع التابعين ومن تبعوهم بإحسان سالكين نفس المنهج سائرين على نفس الخطة في أسماء الله وصفاته وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الربوبية وفي كل شيء أما العقيدة الأشعرية التي جاء بها أبو الحسن الأشعري والتي يذكر أنه تراجع عن مذهبه فالله أعلم فعقيدة فيها خلل بلا شك فبين أهلها أيضا اختلافات طويلة في إثبات بعض الصفات أو نفيها فعلى سبيل المثال الله سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب العزيزي أن له يدين قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال سبحانه بل يدهما بصوتتان وهكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت صفة اليد لله تعالى من هذه الأحاديث قوله يد الله ملأة وقوله بل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وكلت يدي ربي يمين مباركة فالعقيدة السلفية يثبت أهلها الصفة لله مع أمر لابد من استحضاره ألا وهو أن الله ليس كمثله شيء فلله يد لكن يده ليست كيد خلقه يده ليست كيد خلقه إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإذا أردت أن تعرف شيئا ما عما ذكر في يد الله سبحانه وتعالى قال تعالى والسماوات مطويات بأمينه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينه فإذا كانت يد تطوى بها السماوات فبلا شك فليست كيد الخلق وهكذا في كل الصفات أهل السنة الذين هم أصحاب العقيدة السلفية يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ليد الله وصفة الله بالخلق ترجمة نانسي قنقر